بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله لله الحمد لله هو قال analyticه والصلاة والSلام على خير معلم الناس الخير وبعد سيدنا محمد اله النهاردة هنذكر مع بعض الفصل السابع والثامن من الجزء الثاني القصة المحسن صلي يا حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام لو أنت جديد في القناة أن اضيفنا ويجعل الناس نكمل المحتوى الهادف مجانا لكل الطلبة هقولها من يوم مرة دعون المحتوى الهدف يكمل بدل المحتوى التافه وهو مغرق الدنيا صلى الله عليه الصلاة والسلام أول حفاص اللي عندنا هو فاصل السادس بيقول لنا إيه اسمه انتساب الصبي للأزهر الصبي في الفاصل ده ينتسب للأزهر إيه ده؟ كل ده الصبي ما كانش منتسب؟ آه كل ده الصبي ما كانش منتسب كان بيروح الأزهر كده وبيدرس لكن لسه رسميا مش موجود في السجلات بتاعة إيه؟ بتاعة الأزهر المهم بيقول إيه على هذا الرابع أقبل الصبي وفي هذه البيئة عاش وأكبر الظن أن ما اكتسبه فيهما من العلم بالحياة وأشؤونها والأحياء وأخلاقهم لم يكن أقل خطرا مما اكتسبه في بيئاته الأزهرية يعني ايه الكلام ده؟ يعني بيقول إن هو تعلم في الرابع ده وتعلم من الناس اللي شافهم من الشيوخ من صحابه من أخوه الأزهري اتعلم من البيئة دي كلها اتعلم منها حيات كتير قوي زي ما اتعلم من العلوم اللي تعلمها في الأزهر يعني هو تعلم من الناس ومن الأحياء اللي عيش معهم زي ما تعلم من الأعلوم بتاعة إيه بتاعة الأزهر المهم أول إيه أول أستاذ الصبي الآن الصبي يحكي لنا أول أستاذ شرح له ولم يكد الصبي يستقر له في ربعه يومين أو ثلاثة يالصبي بيحكي لنا بيرجع بينا بالزمن شوية بيقول لنا أول ما دخل الأزهر أول ما راح الرابع بعد أول يومين ثلاثة ليه في القاهرة إيه اللي حصل حتى أسلمه وأخوه لأستاذ كان قد زفر بالدرجة أثناء الصيف الدرجة دي يعني يتخرج يعني يعتبر بقى شيخ يعني وكان سيبدأ الدرس ويجلس مجلس الأستاذ من صغار التلاميذ لأول مرة في حياته يعني الأستاذ دا كان أول مرة يبقى أستاذ أول مرة ليه يبقى أستاذ وكان قد بلغ الأربعين أو كاد يبلغها يعني كان في آخر التلاتينات أو أول الأربعينات المهم وكان معروفا بالتفوق مشهورا بالزكاء الأستاذ دا كان معروف في التفوق مشهور بالزكاء وقد غالب الحظ فغلبه وإلا ما يكون انتصاره على الحظ ملائما لحقه في الفوز فقد زفر بالدرجة الثانية وعد هذا انتصارا وقصر عن الدرجة الأولى وعد هذا ظلما يعني ببقى ديك تقدر تقول هو ايه اخد الدرجة التانية مش الدرجة الأولى يعني ما خدش امتياز مثلا يعني اعتبر اخد جيد جدا وكان زكاؤه مقصورا للعلم فإذا تجوزوا للحياة العملية فقد كان إلى استزاجة أدنى منه إلى أي شيء آخر يعني كان عطول ذكي في العلم بس إنما في الحياة العادية كان غبي في حياته العادية بأنه محب أن بعض لذاته المادية متهالك علي كان بيحب اللذات المادية يعني كان بيصرف وبيحب يشتري يفرض عليه مزاجه ذلك ولا تفرض عليه رزيلة أو فساد خلق مألوف وكان كثير الأكل فقد شهر بأنه يتهالك على اللحمة عطول بيحب يشتري لحمة بيحب يصرف ويصرف فلوس ولا يستطيع أن ينقطع عن أكله والإصراف فيه يوما واحدا وكان ذلك يكلفه عناءا كثيرا يعني كان مدمن يعتبر للشرك أن كل شيء يوعد يشتري ويعافش يمسك نفسه وكان إلى هذا غريب الصوت إذا تحدث صوته كان غريب كان صوته متهدجا متقطع متكسرا يقطع الحروف تقطيعا ويتركب مع ذلك بعضه فوق بعض وتنفرج شفته عن كلامه أكثر مما ينبغي يعني بيفتح بقه جامده أيهو بيتكلم فلا كاده يسمع المتحدث إليه حتى يضحك صوته بيدحك ولم يكن يظفر بدرجة العالمية حتى أسرع إلى شارة العلماء فاتخذها ولبس الفرجية يعني الكلام ده أول ما بقى عالم يعتبر يعني على طول إيه راح لبس الفرجية والفرجية ده هو السوب الطويل واسع إيه واسع الأكمام اللي هو دلوقتي حاجة زي الشيوخ الأظهر كيف يلبسوها حاجة الشيوخ الأظهر يلبسوها زي الجلبية كيف بس وسعة متعجلا لبسها ولم يكن الألماء يتخذون هذه الشارة إلا بعد أن يبعد عدوم بالدرجة يعني الفرجية دي مش أي حد يلبسها العلماء الكبار أو يلبسوها لما بقى إيه طول وجامد في العلم يعدوا سنين سنين طويلة في العلم لكن هو أول ما نال الدرجة لبس إيه لبس الفرجية وكان صاحبنا مين صاحبنا بيكلم مين بيكلم عن الشيخ وكان صاحبنا أسرع إلى الفرجية فلابسها وأضحك منه أصحابه من الطلاب وأساتذته من الشيوخ كله ضحك عليه وزدهم ضحكا منه وتندرا عليه إيه لي كان بيدحاكم أكتر بقى أنه كان يلبس الفرجية ويمشي حافيا فينا عليه إن صح هذا التعبير لا يتخذ الجوارب عجزا منه عنها أو زهدا منه فيها يعني ما كانش بيلبس إيه بيلبس شراب ما كانش بيحب يلبس إيه ما كانش بيحب يلبس شراب وده كان شيء بيدحاكم المهم وكان إذا ماشى في الشارع تساقل وتباطأ واصطنع وقار العلماء يمشي في الشارع من لفسه بقى عنده هيبة ومكانة لكن أول ما يدخل الأزهر يقعد يجري كأنه إيه كأنه عيد صغير فإذا خطى عتبة الأزهر ذهب عنه وقاره وفرقته أناته ولم يمشي إلا مهرولا تحسنا هو بيمد هو بيمشي في الأزهر هنا الصبيب يقول لنا بقى أنه عارف رجليه قبل ما يعرف صوته يعني الصبي عارف رجليه قبل ما يعرف صوت الشيخ ليه الكلام ده؟ عشان هو كان يمد في الأزهر قبل كده مرة ودهس إيه دهس على إيد الصبي ساعتها عارف إيه؟ عارف إن ده الشيخ بتاعه وعارف رجليه قبل ما يسمع صوته فقد أقبل على مكان درسه لأول مرة مهرولا كما تعود أن يمشي فعثر بالصبي وكاد يسقط من عثرته ومسرت إجلاه العريتان اللتاني خشن جلدهما يد الصبي يعني إيه دهس بالجليه على إيد الصبي طب إيه هو المنهج بتاعه في الشرح بيشرح إزاي صلي يا حبيباك النبي عليه الصلاة والسلام وكان كغيره من أقرانه في ذلك الوقت كان ماله با بارعا في العلوم الأزهرية كل البرع كان شاطر أو في كل العلوم بتاعته ساخطا على طريقة تعليمه سخطا شديدا يعني إيه متدايق من طريقة التعليم بيقول أن الطريقة دي قديمة لازم نجدد شوية جماعة في طريقة إيه طريقة التعليم هو كان بارع وكل حاجة وكان شاطر لكن هو إيه صاخط على طريقة التعليم فقد برغت تعليمه الأستاذ الإمامي قلبه فأثرت فيه ولكنها لم تصل إلى أعماقه يعني هو تأثر بإيه تأثر بأستاذ إمام محمد عبده محمد عبده طبعا كان ساخط على طريقة العلوم الأزهرية لكن هو ايه الشيخ ده متأثرش قوي بشيخ عامل عبد الهو تأثر لكن مش قوي فلم يكن مجددا خالصا ولا محافظا خالصا يعني لهو بيجدد خالص ولا هو بيحافظ على القديم خالص هو بقى في النص حاجة في النص وإنما كان شيئا بين ذلك وكان هذا يكفي لينظر الشيوخ إليه شزرا يعني كان الشيوخ بيضايقوا منه وليلحظوه في شيء من الريبة والإشفاق يعني كانوا بيضايقوا ايه بيضايقوا منه ولا مكاDeبدأوا درسه الأول في الفقه حتى أعلن إلى التلاميذي أنه لن يقرأ لهم كتاب مراقي الإفلاحة عن نور إيه عن نور الإضاحة يعني قلهم بالبلدين كده أنا شاء راكه الكتاب اللي كل الشيخ بيقرأه أي الشيخ بيجي عللم الطلاب لمبتدئيين الفقه بيقرأ لهم كتاب في مراقي الفلاحة عن نور الإضاحة وقلهم لا أنا شاعر الكتاب لخالص أنا جيب لكم من كتب تانية فعليهم إذن أن يسمعوا منه ويفهموا عنه وأن يكتبوا ما يحتاجون إلى كتابته من المذكرات يعني بيكتبوا وراه ثم أخذ في درسه فكان قيما ممتعا وسار هذه السيرة في درس النحو عمل كده برضو في النحو فلم يقرأ للتلاميذ شرح الكفراوي ده كتاب شرح الكفراوي ده كتاب مشهور في النحو هو برضو ما أرى لهمش الكتاب ده عمل لهم إيه أرى لهم في كتب تانية في النحو ولم يعلمهم الأوجه التسعة للقراءة بسم الله الرحمن الرحيم وأعرابها كلمة بسم الله الرحمن الرحيم في الأزهر كانوا بيعلمهم إزاي تقراها بتسعة قراءات مختلفة تسعة طرق مختلفة وإزاي تعلمها برضو إعرابات إيه إعرابات مختلفة هو الشيخ دقلهم لأ مفيش الكلام ده خالص إيه هنبدأ من الأول وهنقرأ إيه هنقرأ من كتب جديدة مش الكتب بتاعة الأزهر وإنما هيئهم للنحو تهيئة حسنة وعرفوا من كلمة والكلام والإسم والفعل والحرف فكان درسه سهلا ممتعا أيضا يعني كان درس بتاعه جميل وبسيط والسؤال للصبيب أثناء أشياء العصر عما سمع من أستاذه في الفقه والنحو يعني صحابه اللي عادين معاه في الرابع سألوه أخدت إنه رضا في الفقه والنحو فلما أعاد على أخيه وأصحابه ما سمع رضي اعتدت جماعة عن الشيخي وعن منهجه وأقرر طريقته في التعليم يعني أخوه يعني أخوه صحاب أخوه فرحه بطريقة إيه ولكنه كان يسأله نفسه الصبي كان بيسأل نفسه متى ينتسبه إلى الأزهر ويصبح طالبا مقيدا في سجلات وإمتى يبقى طالب رسمي في السجلات فلما يكون في هذه الأيام إلي صبيا يسمعوا العزين الدرسين استماعا منظما محتوما كان بيسمع بس الدروس لكنه كانش رسمي طالب في الأزهر وقد أقبل اليوم المشهود فقنبي الصبيه بعد درس الفقه إنه سيذهب إلى الامتحان في حفظ القرآن توطئة لانتسابه إلى الأزهر يعني دلوقتي أخو قال له تعالى عشان تلوقتي هتنتهن امتحان قرآن امتحان ده امتحان اختبار دخول الأزهر لو نجحت في الامتحان هتدخل الأزهر الصبي هنا تخض قالت بأيه ده أنا مراجعتش لسه مرحيلش راجع فجئتني بالموضوع ده فلما يتهيئ لهذا الامتحان ولو قد أم بأبيه لقرأ القرآن عن نفسه مرة أو مرتين أو كان قال له قبل كده كان راجع شوية ولكنه لم يفكر في تلوية القرآن منذ وصل إلى القاهرة دلوقتي دي مصيبة بالنسبة للصبي فلما أنبي أبا نوسى يمتحن وبعد ساعة خفق قلبه وجلا اتخض وسعى لما كان الامتحان في زاوية العميان خائفا أشد الخوف مضطربا نفسي أشد الاضطراب ولكنه لم يكد يدن من الممتحنين حتى ذهب عنه الوجل فجأة ينأوه ما دخل عشان يمتحن الخوف بتاعه راح وامتلأ قلبه حسرة وألما اتألم وزعل وصارت في نفسه خواطل لازعة لم ينسها قط فقد انتظر أن يفرغ الممتحنان من الطالب الذي كان أمامهم يعني هو قاعد مستني يعني هو قاعد مستني الشيوخ يخلصوا الطالب اللي قدامه ومنهم بيمتحنوه وبعدها يجي الدول بتاعه وإذا هو يسمع وأحد الممتحنين يدعوه بهذه الجملة التي وقعت من أذنه ومن قلبه أسوأ وقع أقبل يا أعمى دلوقتي الشيخ قال له أقبل يا أعمى طبعا كلمة قصية قوي وكلمة عنصرية فهو دي يقول له تعالى يا طه تعالى يا ابني تعالى يا أي حاجة إنما أعمى دي كده كأنه بيزلوا أو بيفكروا بالابتلاء اللي هو فيه طبعا دي جملة وحشة جدا وتعلم منها دايما أنت لما تلاقي واحد مصاب أو مبتلب حاجة ما تردش كل شيء يتفكره يعني متلاقي واحد صاحبك يتيم ما تردش كل شيء يتفكره بابو ما تردش كل شيء يتكلم عن أبوك وعن أهلك هو يتيم لازم تراعه جماعة إيه شعور الناس لازم تراعه شعور الناس ولولا أن أخاه أخذ بزراعه فأنهضوا في غير رفق وقاضوا لممتحنين في غير كلام لما صدق أن هذه الدعوة قد صيقت إليه يعني لولا أن أخوه أخدوا من إيده ورحوا الده عشان يمتحن ما كانش يصدق أنهما بيكلموه وما كانش متعود إن في حد يتكلمه بالطريقة دي فقد كانت تعود من أهلي كثيرة من الرفق وتجنبا لذكر هذه الآفة بمحضرك يعني من فعش أنت قعد معاه تفكروا بالابتلاء اللي هو فيه عيب ومع ذلك فقد جلسوا من الممتحنين وطلب إليه أن يقرأ سورة إيه سورة الكهف له إيه رسولة الكهف فلما يكد يمضي في الآيات الأولى منها حتى طلب إليه أن يقرأ سورة العنكبوت فلما يكد يمضي في الآيات الأولى منها حتى قال له أحد الممتحنين انصرف يا أعمى فتح الله عليك يعني خلاص أنت إيه أنت نجحت مبلوك عليك طبعا الصبيه تفاجئ مكان ده الامتحان ده متحان خفيف أو متحان سهل أبوه في القرية كان يمتحنه متحان أصعب من ده وهو تخض إزاي الأزهر يمتحنه متحان خفيف زي ده وقد دويش الصبيه لهذا الامتحان الذي لا يصور شيئا ولا يدل على حفظ وقد كان ينتظره على أقل تقدير أن تمتحنه اللجنة على نحو مكان يمتحنه أبوه والشيخ كان فاكي أن هم يمتحنوه زي أبوه ولكنه مصرف راضيا عن نجاحه كان راضي عن النجاح بتاعه ساخطا على ممتحنه طبعا من ده منهم عشان الكلام اللي قاله له محتقرا لامتحانهما كان محتقر للامتحان بتاعهم وما يخرج من زاوية العميان قبل أن يعطف به أخوه على بعض أركانها فتلقاه هناك أحد الفراشين أو أحد المشدين بلغة ذلك الوقت يعني أخوه اللي وقت يأخده وده للفراش الفراش يعمل له إيه مع طرفيه بالقطعة مختومة من الرصاص زي الختمة كده وقال له انصارف فتح الله عليك والصبي ما كانش يفهم السوار ده بيعمل إيه ما كانش يفهم السوار ده لو حاجز الغويشة كده بتعمله في أي دلوقتي ولما يفهم الصبي لهذا السواري معنى ولكن أخاه أنبقه أخوه قاله إيبا بأن هذا السواري سيظل حول معصمه إسبوعا كاملا حتى يمر أمام الطبيب الذي سيمتحن صحته ويقدر سنه ويطاعمه التطعيم الواقع من الجدري اللي هيكشف عليه ويقدر سنه وفي الآخر إيه يديه تطعيم من الجدري وبعدها يدخل إيه يدخل الأزهر وقد كان الصبيه خليقا أن يبتهج بهذا السواري الجديد كان فرحان جدا عشانه خلاص بقى مرشح للانتساب في الأزهر هيدخل إيه هيدخل خلاص الأزهر وألفق أسبوعه كما تعود أن ينفق إياه ما مستيقظا على صوت عم الحج علي فاكرينه زاهبنا الأزهر مع الفجر عائدا منه بعد درس الفقه ثم زاهبنا الأزهر مع الظهر ثم راجع منه بعد درس النحو ثم مقيما في مجلس زاك فنائما في مجلس زاك فغوديا على الأزهر حين يسمعوا نداء المؤزني بأن الصلاة خيروا من النوع يعني قضى الإسبوع بتاعه زي أي إسبوع بيقضيه فزاهب إليه الصبيه وفي نفسه شيء من الإشفق أن يدعوه الطبيب وكما دعاه المبتحن خايف قوي أن الطبيب يدعوه زي المبتحن ما قاله كيف يقوله يا أعمى ولكن الطبيب لم يدعوه لأنه لم يكن يدعو أحدا الطبيب ما كانش بينادي على حد وإنما دفعه أخوه إلى الطبيب دفعا فأخذ زراعه وخط فيها خطوطا وقال 15 يعني قال للصبي أنت الوقتي سنك تقريبا 15 مع أن الصبي كانش عنده 15 سنة الصبي كان عنده 13 سنة لكن هو قاله خلاص هندخلك الأزهر أنت يعتبر 15 إيه 15 سنة وأصبح الصبي طالبا منتسبا إلى الأزهر ولم يكن قد بلغ السنة التي ذكرها الطبيب لسه ما جابش 15 وقد حل السوار عن معصمه وعاد إلى غرفته وفي نفسه شك مؤلم لذيذ في أمانة الممتحنين وفي صدق الطبيب يعني الآن يبي شك في أمانة الممتحنين الناس اللي امتحنوه ما عندهمش أمانة أوي اللي امتحنوه امتحن خفيف امتحن خفيف ما يدلش على حفظه أصلا والطبيب نفسه ما كانش صادق كان بيجزب كل ده كان الصبي عمري يفكر فيه الفصل السابع فصل سهل جدا هو صفحة واحدة بعنوان قسوة الوحدة صلي على حبيبك النبي عليه الصلاة والسلام وكانت هذه الحياة شقة على الصبي وعلى أخيه معا كانت شقة على الصبي وشقة على أخيه الفتى الأزهري طب ليه كلام ده فأما الصبي فقد كان يستقله مكان يقدم ولهم العلم الصبي حاسن العلم بياخده أولئة أوي حاسنه بياخد ألف به عايز علوم كتيرة ويتشوق إلى أن يشهد أكثر ويبدأ أكثر مما كان قد بدأ من الفنون وكانت وحداته في الغرفة بعد درس النحو فقد سقلت عليه حتى لم يكن يستطيعه لا احتمالة كان بيكره جدا الوحدة بتاعته كل يوم في الغرفة طبعا حكينا الوحدة بتاعته قبل كده كان بيكره الوحدة بتاعته وكان يوده لو استطاع الحركة أكثر مما كان يتحرك والكلام أكثر مما كان يتكلم نسل يتحرك بحرية نسل يروح أماكن أكثر طيب ده بالنسبة للصبي دي حياء الصعبة بتاع الصبي أخوه بأماله وأما أخوه فقد ثقل عليه اضطراره إلى أن يقود الصبي إلى الأزهري و إلى البيت مصبحا وموسيا يعني أخوه زهق منه الصبح وديه وليلي وديه وكل شيء يقعد معاه عشان هو أعمى زهق منه وتعب وسقل عليه أيضا أن أترك الصبي وحده أكثر الوقت طبعا كان يتضايق برضا جنو سيبه على طول لوحده طبعا دخوه لازم يتضايق عشانه ولما يكون يستطيع أن يفعل غير هذا فلم يكون ممكن إلا من الملائم لحياته ودرسه أن يهجر أصدقاءه ويتخلف عن دروسه ما كان ينفع أن يعود مع الصبي ويسيب دروس بتاعته يمر الحياة صعبة على الصبي وحياة صعبة على الفتى الأزهري ولما يتحدث الصبي بذات نفسه إلى أحد ما كان يتحدث أخو الصبي برضو أخو الصبي messiah ما كان يتحدثæ وأكبر الظّن أنه تحدث بذلك إلى أصدقائه غير مرة يعني أكيد قال لصحابه الكلام ده ولكن المشكلة بلغت أقصاها ذات ليلة المشكلة بلغت الزروة بتاعتها في ليلة من الليالي بيقول دعية الجماعة ذاتها يوم إلى أن تسمر عند صديق لها سورية يعني في واحد سوري صديقهم صاحب عين الفتاة الأزهري قال لهم تعالوا يا جماعة نهاردة نقضي الليلة مع بعض لا يسكن الرابعة ولا يسكن الحي سكن بعيد مساكن معاهم وقبلت الجماعة دعوة الصديق ومضى اليوم كما تعودت الأيام وأن تمضي وذهبت للجماعة إلى درس الأستاذ الإمام ثم عادت منه بعد صورة العشاء ليتخفف كل واحد منها مما كان يحملوا محفظته وأوراقها يعني بعد درس العيشة كل واحد رجع وساب المحفظة بتاعته أخد فلوسه كده وراحين بقى رحين يقضوا الليلة عند صاحبهم السوري لكن صاحبهم ده مش قاعد معاهم في البيت يعني هيسيبوا الصبي لوحده هيسيبوا الصبي لوحده وهي الشيخ الفتاة أخاه الصبي لنومه كما كان يفعله كل ليلة وانصرف عنه بعد أن أطفأ المصباح المشكلة بها ولكنه لم يكن يبلغ الباب حتى كان الحزن قد غلب الصبي على نفسه فأجهش ببكاء كظمه ما استطاع ولكنه وصل في أكبر الظن إلى أذن الفتاة يعني الوتي أخوه الفتاة الأزاري هو راح يقفل الباب الصبي اضايق جدا وزعل وعيت قاعد إيه قاعد عايت وأخوه الفتاة الأزاري سمعه هو بعيت المشكلة في إيه بقى لم يغير رأيه ولم يصرفه عن سمره وإنما أغلق الباب ومضى في وجهه يعني سابه يعيط ومشي وأرضى الصبي حاجة نفسه إلى البكاء ثم عاد إليه طمئنانه شيئا فشيئا ينقع دعاية لحد ما هديه تماما ولكنه أصبح فإذا أخوه يقدم إليه بعد درس الفقه وبعد أن أفطر ألوان ما الحلوى بيدله حلويات كأنه إيه كأنه بيصلحه كان قد اشتراها له في طريقه إلى العودة من سمره وقد فهم الصبي عن أخيه وفهم أخوه عنه فلم يقل أحدهما لصاحبيه شيئا كل واحد فهم دماغي الثاني لكن محدش إيه محدش بيتكلم ومضى يوم الآخر يوم الآخر وأخذ الشيخ الفتى كتابا من الحج فيلوز الحج فيلوز ده هو الرجل البقال اللي ساكن تحت إيه اللي حصل بقه ففضه ونظر فيه ثم قال لأخيه وقد وضع يده على كتفيه وامتلق صوته وحنانة ورفقا قال له إيه بقى قال له لن تكون وحدك في الغرفة منذ غد من النهاردة أبشر يا عم مش هتقعد لوحدك فسيحضر ابن خالتك ابن خالتك هيقعد معاك ابن خالتك هيجي من البلد هيقعد معاك ويطلب العلم وابن خالته ده كان إيه كان أده كان يعتبر أده وكان صاحبه فكده خلاص الفتى الأزهري مش هيتطر إيه مش هيتطر يودي الصبي ويجيبه وخلاص الصبي الليوقتي هيفرح وهيقعد إيه هيقعد مع صاحبه هيقعد مع ابن خالته الفصل الثامن بعنوان إيه فرحة الصبية وكان من خالته هذا رفيق صباه كان رفيقه على الصباح وكان صاحبه من أيام ما كانوا صغيرين وكان له صديقا وعنده أثيرا وكان كثيرا ما يهبط من بلدته أعلى الإقليم للزيارة الصبية يعني كان دايما بيجي زورهم في الصيف فينفق معه الشهر أو الأشهر يبيت عندهم شهر أو شهور يختلفان مع الكتاب فيلعبان والمسجد فيصليان ثم يعودان مع الأصيل يعني يرجعوا كل يوم مع العصر إلى البيت فيقرآن في كتب القصص والسمر أو يمضيان في ألوان مع العبس أو يخرجان للنزهة كانوا عطول أي كانوا عطول بيحبوا بعض كانوا بيفرحوا مع بعض يلعبوا كل يوم مع بعض أو يخرجان للنزهة عند شجرات التوتي التي تقوم على حفة الإبراهيمية عتاعته تاعت الإبراهيمية وكان كثيرا ما أدار بينهما ألوان مع الأمان والأحلام وكان قد تعاهد على أن يذهب معا إلى القاهرة ويطلب العلم معا في الأزهر يعني كانوا نوين من هم صغرين يروحوا الأزهر في يوم الأيام وكثيرا ما هبطت ابن خالته من مدينته في أعلى الإقليم في آخر الصيف وقد أعطته أمه نقودا وعدت له زادا وودعته على أنه سيذهب مع ابن خالته إلى القاهرة ليطلب فيها العلم معا يعني كل سنة آخر الصيف أمه تبعثه أم ابن خالته يعني أمه تبعثه وتقول له وتدله فلوس يقول له روحه مع ابن خالتك اللي هو طاح صين يعني روحه معاه وإن شاء الله تروحه الأزهر مع بعض إن شاء الله السنة دي تسافروا مع بعض ولكنه كان يشارك صديقه في الانتظار ثم في الغضر ثم في الحزن والبكاء يعني كل سنة يفضلوا عاديم مستنيين وفي الآخر أخوه يغضر بيهم وفي الآخر ما يروحوش إلى الأزهر كل سنة يستنونوا أنهما يروحوا إلى الأزهر لكن في الغالب مش بيروحوا إلى الأزهر لأن الأسرة رأت أو لأن الشيخ الفتى رأى أن الوقت لم يأن لذهابهما إلى القاهرة كان كل شيء يقولوا لا دا لسه عادي صغيرة مينفعش يروحوا دلوقتي إلى الأزهر فلا غرابة في أن يقع هذا الخبر من نفس الصبي موقعا حسنا صبي كان فرحان جدا ولا غرابة في أن يقضي الصبي مساءه راضيا مبتهجا لا يفكر إلا في غد كان قاعد طول الليل عمالي يفكر زي كده ما يبقى عندك رحلة الصبح طور تفكر طول الليل في الرحلة متعفش تنام من كتر الفرحة وقد أقبل الليل وملأ الغرفة بظلمته ولكن الصبي لم يسمع للظلمة في تلك الليلة صوتا ولا حديثا وأكبر يظن أن حشرات الغرفة قد لعبت كما كان تفعل في كل ليلة يعني الليلة سبحان الله ما سمعش ما سمعش أي صوت ليه ما سمعش أي صوت بالليل عشان كان فرحان عشان ما كانش بيشغل دماغه كان فرحان جدا عشان بكرة إيه ابن خالته هجيله وقد أرق الصبي وليلاته كلها يعني الصبي أعاد طول الليل ما ينامش ولكنه كان أرقا فريحا مبتهجا طبعا فيه فرق واضح بين الأرق ده والأرق بتاع إيه بتاع الفصول اللي فاتت الفصول اللي فاتت كان بيقى مرعوب وزعلان بالليل عمالوقتي هو فرحان فيه الكثير من تعجل الوقت واستبطائي الصبح وقد ذهب الصبي إلى درس الحديث فسمع صوت الشيخ وهو يتغنى بالسنة دي والمتنى أن راح درس الحديث زي ما بيروح كل مرة ولكنه لم يوقع إلى الشيخ بالا ولم يفهم عنه شيئا كان قاعد كده إيه ولا على باله يعني عارف لما تبقى قاعد في الدرس وسرحان قاعد سرحان ومستنى إيه مستنى من خلته وذهب بعد ذلك درس الفقهي فاستمع له طب يش معنى يركز في درس الفقه لأنه لم يجد عن ذلك بد أن كان لازم يسمع طب ليه الكلام ده فقد كان أخوه أوصى به الشيخ أخوه وصى عليه الشيخ كل شوية الشيخ يعد يسأله يعد يسأله فطاعسين كان بيضطر يركز عشان إيه عشان يسأله عشان ما يقصرش رائبة إيه رائبة أخوه الصبيب يقول فأنفق وقته هادئا قلقا كان قاعد الآن هادئا في ظهر الأمر يعني شكل من بره هادئ لكن من جوه الآن فقد كان يكره كل الكره أن يظهر لأخيها وأصحابه أن شيئا من أمره قد تغير قليلا وكانش بيحب يوري الناس أنه إيه نمو مستني حاجة أو أنه فرحام بحاجة كان بيحب إيه يبقى عادي قدام الناس وقد دع المؤذن وبصلاة العصري آخر الأمر ولم يبقى بين الصيب ومنخالاته إلا هذا الوقت القصير الذي تقطع فيه عربة من عربات النقل هذه المسافة من المحطة إلى الحي جوت يوم الثاني منخالته ويطع المسافة من المحطة لحد الحي بعدها يدخل باب البحر بعدها باب الشعرية بعدها يعاده على دخل الأهوة وقرقرة الشيشة وبعدها إيه يشوف إيه يشوف الفتاة ثم يعتنقان ضاحكين يعني إيه بيحضون بعض وما بيتحكوا وهذا السائق العربة يتبعه وقد حمل مقرساته الأسرة إلى الطالبين من الطرفي والزاد يعني طبعا بدخلته ويجيب من البلد يجيب معاه الأكل طبعا هيكله النهاردة أكل كويس ولكن ما المحقق أيضا أن حياة الصبي قد تغيرت كلها منذ ذلك اليوم فذهبت عنه العزلة حتى رغب فيها أحيانا يعني كان بيجي عليه أوقات يحس أنه عايز يعد واحدة شوية من كتر ما العزلة إيه العزلة راحت والوحدة راحت وكثر علي العلم العلمي للوقتي هيكتر كتير حتى ضيق به أحيانا أخرى يعني ساعات بيزهق من كتر إيه من كتر العلوم اللي هو بيدرسها لو عجبك المقطع تنسى الاشتراك في القناة وتعمل لايك وتنشر المقطع بين صحابك عشان نقدر نكمل المحتوى الهادف مجانا لكل الطلبة سبحانك اللهم بحمدك نشهد والله إله إلا أنت نستغفرك أتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته